مباراة الدورة السادس عشر لكأسي الجزائر ستجرى يوم أول يوم الجمعة ويوم ثاني جولة ثانية يوم السبت بنسبة ليوم الجمعة اللقاءات المعنية بالنقل التلفزيوني المباشر سيكون هناك لقاءة الأول سيكون الدار بالعاصم بين اتحاد الجزائر وتحاد الحراش بداية من الساعة الرابعة مساء على القناة الأرضية وكانالا الجيري شبق قسنطينا يواجه اتحاد بالعباس على المباشر بداية من الساعة الرابعة على القناة الرابعة يوم السبت هناك أيضا لقاءاني معنياني بالنقل تلفزيوني الأول مذيطة العلمة شبيبة القبائل على الساعة الرابعة دائما على القناتين الثالثة والرابعة وديربي وهران اتحاد وهران مذيطة وهران في نفس التوقيت الرابع على كنالا الجيلي الآن في أخبار الرابطة الوطنية لكرة القدم التي قررت تأجيل مباراة الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس بين شبيبة القبائل وشباب قسنطينة إلى يوم الأربعة أي 24 ساعة عن موعد الجولة أي يوم 31 ديسمبر المقبل بملعب 20 أوت المباراة الأخرى طبعا تجرى يوم الثلاثة